اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم عاوز اتكلم عن موضوع مهم يسوع يريد فهل انت تريد طبعا يمكن لاول وهلة يبدو السؤال غامض يسوع يريد لكن المشكلة تتعلق بالارادة فعادة الارادة بتكون مشلولة او مخضعة لسلطان اخر غير سلطان المسيح فالمسيح لا يرغم ولا يتعدى على حرية الانسان لانه يحب الانسان وهذا من نعم يسوع المسيح انه لا يجبر ولا يعني لكن عادة بيتعامل عن طريق السؤال او اذا انت بدك عاوز تفتح قلبك او ارادتك لشخص المسيح عدة اشخاص الرب يسوع المسيح اتعامل معهم بحسب الارادة في مرة راح يسوع المسيح الى بركة مشهورة في اور شليم وهي البركة اسمها بركة بيت حزدة وكان فيها خمسة اروقة فيها متجع جمهور غفير من مرضى من عمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعترى كان في عادة انه ملاكب ينزل يحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ فالمسيح جاء الى هذه البركة وهناك كان انسان مكتوب عن المسيح وهو عالم وهو عالم ان له زمانا كثيرا فسأله اتريد اتريد ان تبرأ اجاب المريض وقال له يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا اتن ينزل قدام اخر قال له يسوع احمل سريرك وامشي طبعا قام وحمل سريره في الحال ومشى امام الجميع وشفي بالكامل المسيح سأله سؤال اتريد وطبعا الشيء الطبيعي كان لازم يقول نعم انا موجود في هذا البركة لانه عاوز اتشفى ولكن المشكلة كانت في الارادة وطبعا الله بيتعامل مع الارادة كتير مرات الارادة بتكون مشلولة الارادة بتكون ضعيفة الارادة بتكون مظلمة فالله بيعمل عملية ايقاظ لهذه الارادة ولكن من ناحية هي العملة ذات الوجهان من ناحية اخرى الوجه الاخر من ذات العملة انه في سلطان الكلمة قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فمن هنا نستطيع ان نستكشف انه المسيح يريد ولكن السؤال هل كان يريد هذا المريض كان مشلول الارادة ولكن المسيح تعامل مع الارادة وشف هذا المريض بعد مرض عضال 38 سنة فالمسيح يريد قصة اخرى المسيح هو يعني ذهب منطلق الى اورشليم مكتوب وجه او ثبت وجهه نحو اورشليم ومر في بلد اسمها اريحة وهناك كان في اعمى يستعطي على قارعة الطريق وسمع ضجة ناس كتير في نفس الطريق وسأل مين قالوا له يسوع فطبعا لما سمع كلمة يسوع واسم يسوع ترك الرداء وصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني وقف سألوا المسيح ماذا تريد ان افعل بك سألوا ماذا تريد اجاب الاعمى وقال له يا سيد ان ابصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد فاذا المسيح يريد مع كل هذا سأله هو شايف انه عني اعمى ولكن سأله اذا فعلا يريد وكان طلب محدد وقال انا عاوز ابصر فرد له البصر وفتح البصيرة وتابع يسوع الى اورشليم حادثة اخرى في انجيل متى اسحاح 8 يجاء الابرس الى يسوع المسيح وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني اجاب يسوع وقال اريد هو سأل ان اردت اجاب يسوع اريد تحنن تقدم لمس الابرس فطهر من برسه فالمسيح يريد وعندما سألوا الابرس ان اردت فعلا المسيح يريد ان يطهر الابرس فنحن رأينا احبائي المسيح يريد ان يشفي المرضى المفلوجين ويريد ان يفتح العمي ويريد ان يطهر البرس وهذا كله بقوة الكلمة احبائي لكن برضو المسيح يريد يقول الكتاب المقدس عن الله ومخلصنا الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون فاذا في تمثال 6 الصحح الاول الصحح اثنين بتشوف هذه الايات الله يريد الذي يريد ان الجميع بدون اي استثناء جميع الناس جميع الناس يعني يريد ان يخلصوا وان يقبلوا الى معرفة الحق وهكذا احبا الله بيتعامل مع الجميع كما يقول الكتاب فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل الله يريد ولكن السؤال هل انت تريد خلينا اختم بحادسة صعبة كتير كتير المسيح رث على حال ارشاليم بسبب كبرياءها وعسيانها وعدم ايمانها ورياءها وعماها الروحي قال هذه العبارة ارشاليم يا ارشاليم يا راجمة الانبياء والمرسلين كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريده لاحظ مكتوب كم مرة اردت ارادة المسيح ان يجمع وان يخلص وان يحرر وان يكون فعلا المخلص لهذه المدينة مع كل هذه المحاولات بعسيان وطبعا يعني باسرار وبقرار منهم شخصيا ارادوا ان يرفضوا المسيح ولم يريده كم مرة اردت ولم تريده مرة ثانية في انجيل لوقا قال لانك لم تعلم ما هو لسلامك لانك لم تعرف زمان افتقادك لم تريده هوذا يترك لكم بيتكم خرابا فاذا احبائي المسيح يتعامل مع الارادة يتعامل ايضا مع الروح ولربما ارادتك مشلولة في الظلم في الادمان في الخطيئة حاولت عدة مرات عندك الرغبة ولكنك تفتقر الى الارادة فيسوع المسيح بيرغب له الرغبة ان يتعامل معك ويشفيك له القوة ان يشفيك ويريد ان يشفيك وهذا ما يفرق يسوع عن اي نبي اخر المسيح يريد لكن السؤال هل انت تريد شو رك تبتدي بالامر اليوم تقول لي يا رب انا اريد ان اتوجك رب وملك على حياتي اريد ان اعترف بخطاياي واتوب عنها واتوب عن كل ماضية وعن كل ظلم ارتكبتها وعن كل شنعاء وكل يعني امر ضدك وضد الاخرين انا بتوب عنها اليوم واعلن انقطاع تام عن كل الماضي بل ادعوك حتى تكون ربي ومخلصة عندها كما يقول يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون وصلاتي هذا اليوم انك تعطي ارادتك تسلم ارادتك للرب يسوع المسيح خليني اسمع منك بحب انك تشارك وايضا اذا عندك طلبة صلاة من فضلك شاركنا فيها واذا اعجبك هذا الفيديو كون شريك معنا في الخدمة شارك هذا الفيديو مع اخرين والرب يكافأك ويباركك اشتركوا في القناة